السلام عليكم اكبر ايضا من عقلية الانسان ولكن اكثر الناس لا يعلمون لذلك ولذلك فحسب ابينا ان يحملنا واشفقنا منها عرضا لا امرا وحملها الانسان لكن الخطر المنبعث من ذلك الحمل قد لا يصيب الانسان خاصة تظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس والبر والبحر منطويان تحت اشراف السماوات والارض وهذا ما يعني به القرآن في كلمة وما بينهما فكانت هذه اذا مقدمة لكتاب الحياة في هذه الدنيا تو تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالامثال اذا هو القصص القرآنية مدرسة عامة لكل من يريد ان يذكر او اراد خشوع سواء في هذه الدار الترابية او في تلك الدار النورانية وانها هي العلوم والمعارف تتبع المراحل سواء في هذه الارض او في تلك السماء حيثو سبحانه عز و جل يريد ان يمتحنا الكل الانس والجن والملايكة وان يبتليهم بكلمات لم يكونوا ليتموها او يحيطوا بعلمها فكلمة الامانة هي العرش عرش الخليفة الذي هو جاعله في العرض وقد عرضها على الملائكة وهم لا علم لهم بالاسماء وان لفظ الخليفة كلمة واسم في آن واحد ولم تكن الملائكة لتصبر على ما لم تحب به خبره فحكموا بغير ما انزل الله قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك وهم لا يعلمون ان في بعض الفساد صلاح وان في بعض سفك الدم حيات كنك لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه دم اما التسبح والتقديس قد علم كل صلاته وتسبحه ولهذا انزلت العطايا والمنح على هذه الارض فانزلت النبوة وانزل الملك وانزل الطب شفاء ورحمة فمهمة حياة الانسان هي معرفة تصاريف تلك الاقدار والتي تسعى جنبا لجنب مع تلك العطايا وتلك المنح انها لهمم كبرى همة النبوة همة الملك همة الطب كل يلعب دوره في ظله وفق المشيئة الالهية وكل يخدم من اجل اصلاح حرية الافراد والجماعات فيحتاج الانسان امام هذه الحقائق الى معرفة ما هي البلايا والمحن ما هي العرض والشهادة ما هو الذكر والفكر واذا كان الرب الاعلى يضع موازين القسط ويضع المقاييس الحسية والمعنوية فلئلا تخطف الخطفة هؤلاء الثلاث ونكفحكم بين الناس بما أراك الله فالإنسان تتداوله المنازل خافضة رافع فتارة هو سميع بصير وتارة ينسى ولا يوجد له عزم لولول تحسن قرئك فلا تنسى وإنها لقراءة ذكر لا قراءة فكر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فالذكر هو بمنزلة البعث للعقل وذلك حين يدس العقل تحت قبر الفكرة من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والمرسلون إما مكلفون وإما مكلفون فاستقم كما أمرت وإذا كان المولى عز وجل أحكم الحاكمين فليأسباب إنه عليم حكيم ذو القوة المتين ذو العرش المجيد فعال لما يريد لكن إرادته هي مبنية على الحكمة أكثر مما كانت مبنية على الحكم سيما إن الحكم موقف وتطبيق لا مجرد خطاب ونذر فيرى الحكمة أن الأمراض التي تبيد المجتمعات هي أخطر من الأمراض التي تميد الأبدان أمراض الأقوال أمراض الأفعال أمراض الأحوال لذلك كانوا يسألون العصم في الحركات والسكنات والخطرات والكلمات والإرادات من الشكوك والظنون والهوهام الساتلة للقلوب رب الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يشفيني فالطب إذن علم الطب علم والشفاء حقيقة وإذا مردت فهو يشفيني بالطب صحت جسوم الناس من سقم وبالأطباء أضحى الكون معمورا فنعم إن الإنسان يميل بالطبع إلى البقاء ويخشى الفناء لكن كل من عليها فان لكن الموت موتتاني موت حسي وموت معنوي أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الصحة لا شك أكبر النعم بعد الوجود والإيمان وإن الشرك وإن الشرك والرياء هما أكبر الجراثيم الفتاكة لكن قاتل الجسم مقتول بفعلته وقاتل الروح لا يدري به البشر وكما أن المولى خلق من الماء كل شيء حي في هذه الدار الترابية خلق من الماء كل شيء حي وهكذا خلق من الذكر كل شيء حي لتلك الدار النورانية إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاءناك منكم أن يستقيم وإن ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته